الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أسلمت لأني رأيت آية وأنت في المهدي كنت تشير إلى القمر أينما تحركت بيدك تحرك معك فما كان يقول لك فقال يا عم إن القمر كان يناغيني ويسليني فيسليني عن البكاء ومعروف كذلك قصة شقاق القمر التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه وسميت سورة في القرآن باسم سورة القمر وكان القمر يشبه به أو يشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الأخبار التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها معاني ولا طائف أولا أن القمر هذا كان يسلي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في طفولته فالذين يسخرهم الله تعالى لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم أو تخفيف أهمومه أو أحزانه لهم منزلة خاصة عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثانيا القمر هذا يفتخر أنه صار علامة من علاماته وآية من آيات صحة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بانشقاقه عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما تحداه المشركون في أن ينشق له القمر فشق الله سبحانه وتعالى له القمر وراءته أعين الناس القريب والبعيد سوا يقول الإمام البصيري أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم يعني أنه شبه انقسام القمر بانشقاق قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستفاد من ذلك ذوق من الأذواق وهو أن الكائنات كلها تخدم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت وتدل على صحة دينه فكذلك نحن ينبغي لنا أن نكون خداما لدينه وخداما لدعوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن نتحمل في ذلك ولو كانت تنشق حياتنا أو تتغير أحوالنا في مقابل أن نخدم دينه عليه أفضل الصلاة والسلام من الأذواق اللطيفة في القمر وهو ما يستشعره كثير من الصالحون أن القمر كما يقول أهل الفلك القمر لا يدور أي لا يدور حول نفسه فهو مواجه للأرض من نفس الواجهة التي هو مقبل بها على هذه الأرض فلذلك رأيت مرة أحد الصالحين وهو يتأمل في القمر أخذ مدة ينظر إلى القمر فسألته فقال هذا القمر هو بعينه بذاته بهذه الجهة كان ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأنا عيني الآن تقع على مكان وقعت عليه عين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنا أتشرف بأن عيني تقع على مكان نظرت إليه عين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه معاني لطيفة ربما لا يدركها الإنسان الذي لا يعرف ما معنى الإمداد لا يعرف ما معنى البركة لا يعرف ما معنى العناية الإلهية التي جعلها الله في عين نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثانيا أن القمر هذا دائما يذكرنا جماله في في الليالي يذكرنا بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة لما نظر إلى القمر قال لأصحابه هل تمارون في هذا القمر هل تشكون أنكم تشوفوا القمر هذا قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترون ربكم في الجنة كما ترون هذا القمر لا تمارون في ذلك فجعل هذا القمر مظهرا ونموذجا ومشهدا عظيما يذكرنا برؤيته وجهه صلى الله عليه وسلم ويذكرنا برؤية الحق الكرام الكبرى العظمى فما أعظم ما جعل الله تعالى في هذه الكائنات من خدمة لنبيه ولدين نبيه ولدعوة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات جذع حنى وسلم ترجمة نانسي قنقر